تصديف حديقة الأرمان عدد من المعارض منها معرض زهور الربيع في دورة التاسعة والثمانين ومعرض خير مزارعنا الأهلين لبيع المنتجات والسلع الغذائية تستمر حديقة الأرمان في استقبال الزائرين طوال شهر رمضان الكريم والذي تصديف فيه عددا من المعارض منها معرض زهور الربيع في دورة التاسعة والثمانين ومعرض خير مزارعنا الأهلين وذلك لبيع المنتجات والسلع الغذائية احنا عندنا فيه امتداد لمعرض ظهور ربيع حتى اخر رمضان وفيه عندنا مهرجان التمور وفيه برضو ممتدل اخر رمضان وفيه عندنا مبادرة رئيس الجمهورية اللي هي خير مزرعين الاهلينة التبع لوزارة الزراعة دي عندنا لغاية ارضو اخر رمضان ان شاء الله فاحنا الحديقة عندنا شغالة من الساعة حتى ساعة صباحا وحتى السنية بعد متصفين الليل هذا المعرض الذي يقيم على مساحة 800 متر تقريبا هذا المعرض يضم حوالي 10 منافذ من كافة العرضين من وزارة الزراعة وشركاء التنمية وشركاء النجاح شركات زراعية مرتبطة بالعمل مع وزارة الزراعة حديقة الارمان شهدت اقبالا كبير من المواطنين لشراء احتياجاتهم باسعار مخفضة وبجودة عالية الى جانب التمتع بالامسيات الثقافية والفنية الرمضانية والتي تنظم على هامش معارض الظهور والسلع الغذائية احنا مشاركتنا السلادي بنانا على تعليمات من السلادي الوزارة الزراعة بان اللحوم تبقى متواجدة طوال شهر رمضان وفي احتمالي انها يتكمل لحد اللحوم الكبير طبعا باسعار مخفضة عن الاسعار اللحوم برا وهي دي اللحوم وزارة الزراعة من ما زر وزارة الزراعة وبتبقى هنا في المنفس ب135 جنيه وب125 الدون برضو كذلك في منفذ الدوئي اللي عند وزارة الزراعة هناك برضو ب135 اللحوم البلدي والدون ب125 تستضيف حديقة الأرمان هذا العام عددا من المعارض والأحداث الثقافية تشجيعا للاهتمام بزيادة المسطحات الخضراء وذلك لتخفيض نسبة التلوث البيئي والانبعاثات الحرارية تزامنا مع استضافة مصر لقمة المناخ في نوفمبر المقبل